بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا وبعد حييكم عزائي الطلاب بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في يوم جديد وفي درس جديد من دروس اللغة العربية واحد كما ترى الاستماع مهارة تعلم هو امتداد لعنواننا في درسنا لهذا اليوم ودروس سابقة كفاية التواصل الشفهي هذه هي الكفاية الأخيرة في هذا المقرر وأشار هنا بقوله إلى الاستماع في كفاية التواصل وهذه الأهداف التي نذكر بها ونستعرضها وإياكم في كل لقاء أولاً أن تحدد أركان عملية الاتصال اللغوي ثم تلتزم وهذه مهمة جداً تلتزم بآداب الاستماع ولاحظ أن مسألة الاتزام بآداب الاستماع ليست معك اليوم فقط وفي هذا المقرر فقط بل في جميع المقررات في جميع المراحل ما دمت طالباً تحتاج لهذا الأدب ومستقبلاً ستكون قائداً معلماً ملهماً عندما تقول كلامك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى المتلقين دون أن يكون هذا حاضراً من لدنهم الأمر الثالث تميز أهداف النص ومراميه وتوجهاته لأن بعض الألفاظ لا تحمل على المعنى اللفظي لها وإنما لها مرامي وأبعاد وكما يقال أهداف أخرى لا بد أن تفهم وتميز أهداف النص ومراميه وتوجهاته تستخدم الرسوم لتلخيص ما تسمع وتدوين ملحوظاتك عليه وفي الأمر الخامس هنا تطور أسلوبك المفضل في التعلم ولأننا استعرضنا كثيراً إرشادات المعلم فسأشير إليها سريعاً أو المتعلم يقول حاول أن تنمي مهارة الاستماع لديك وهذه مسألة بإذن الله تعالى إذا كنت متابعاً معنا مذ أن بدأنا هذه الوحدة ستتنمى معك شيئاً فشيئاً بمعنى أنك اليوم وصلت فيها إلى أربعين أو خمسين في المئة من الإجادة وسنستكمل حتى ننهي هذه الوحدة كن مستمعاً جيداً وفعالاً في المحابرات الدراسية والعامة وخطبة الجمعة احتفظ بكراس صغير تستطيع حمله في جيبك لتدوين أهم المعلومات تعرف أسلوبك في التعلم أطلب توجيه معلميك حول ذلك الأسلوب وحاول الاستفادة من أسلوبك في تحقيق مزيد من النجاح وأخيراً أكثر من التدرب على كيفية التلخيص الجيد للمعلومات والنصوص حاول الاستفادة من التلخيص في المراجعة السريعة عند الحاجة هذه مكونات الموضوع السابق اللي هو الاستماع مهارة لغوية مكوناته كانت مرسل ورسالة ومستمع وقناة قناة توصل هذه أو قناة اتصال توصل من خلالها أنت أو يمر من خلالها الحديث وأشار هنا للمؤثرات كما ترى هذه المؤثرات أو المشوشات التي تكون في عملية الاتصال تتضح من خلال استعراضنا للشرائح القادمة هنا يقول اقرأ عندما نستمع إلى شخص يتحدث فإننا نتأثر بنسبة 7% بمضمون حديثه و38% بنبرة الصوت ودرجة حدته وارتفاعه و55% بما تظهره حركات الجسم وعلامات الوجه ولهذا مؤشر جدا أنك وأنت تقف لا بد من تحرك لا بد من تفاعل وأيضا أن لا يبالغ في هذا ألا يبالغ في التحرك والتفاعل لا بد من لغة للجسد لأنها توصل كثير من المعاني هنا الآن مكونات الاتصال سبق وذكرناها إذا أشرت أنا بالمرسل استكمل أنت هذه المكونات من خلال ما استعرضنا ما الذي تبقى غير المرسل عندنا المستقبل وعندنا الرسالة وعندنا قناة قناة الاتصال ثم أشار هنا من قنوات الاتصال الهواء والكتابة وكذلك الهاتف وغيرها من القنوات التي يعني يدرج فيها مسألة الاتصال العوامل وهذه مهمة جدا عوامل كثيرة تؤثر في وضوح الرسالة أشار هو بقوله بعد المكان حينما يكون الاتصال بالصوت المباشر بعد المكان يؤثر لكن إن كان بوسيلة أخرى فقد لا يؤثر بعد المكان لكن إذا كان بالشكل المباشر بعد المكان يؤثر وتجدك تصغي بإذنك نعم ما سمعت أعد وتجدك تردد هذه العبارات حتى تصل إليك حتى تصل إليك العبارة أيضا سوء الأحوال الجوية وهذا قد يحدث أثناء قنوات الاتصال الأخرى مثلا الهواتف وغيرها عندما تكون الأحوال الجوية غير صافية قد لا تصلوا الاتصالات كذلك أحيانا عندما نستقبل ما يسمى بالبث المباشر قد يكون أثناء الأمطار أو غيري إذا كانت الأحوال الجوية غير مستقرة لا يصل إليك البث من خلالها من ضمن العوامل التي تؤثر في وضوح الرسالة الضوضاء الضوضاء وهذه مسألة مهمة أيضا حين نكون في الفصل الفصل مساحة يعني لا تتجاوز مثلا سبعة في ثمانية كمساحة الفصل يوجد في الفصل مثلا عشرين طالب إلى خمسة وعشرين طالب لاحظ أنه لو كان هناك ضوضاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل المعلومة ولذلك لو افترضنا أن معلما أو معلمة يشرحون والطلاب لا يلقون لهم بال والضوضاء عالية هل بالإمكان أن تصل رسائلهم إطلاقا لا يمكن لوجود الضوضاء لوجود الانشغال عدم الإنصات عدم الاستماع كل هذه لم تتحقق في هذه القاعة أيضا من العوامل المؤثرة على وضوح الرسالة اضطراب جهاز النطق عند المرسل أو المستقبل فأحيانا المرسل يكون عنده مشاكل في النطق يكون عنده مشاكل في التخاطب كما يقال هذا لا يستطيع إيصال الرسالة أو سيوصلها لكنها إلى حد ما رسالة غير مكتملة تحتاج منك أنت أن تكون سالما من كل هذه حتى تفسر الرسالة وتنقلها بالشكل السليم قد يكون مرسل الرسالة سليما في ما يتعلق بالنطق والتخاطب لكن أنت اللي عندك المشاكل في النطق والتخاطب هذا سيؤثر سلبا على الرسالة أيضا اختلاف اللغة بين المرسل والمستقبل هذا شرنا إليه في لقاءات سابقة أنا أتكلم عن اللغة إن كانت مختلفة تماما بمعنى أن هذا يتحدث عربية وذاك يتحدث لغة أسبانية أو أي لغة من اللغات لاحظ أن هذه تكون أصعب الدرجات بينما يليها عندما نتحدث مثلا عن مستوى أو على مستوى اللهجات ثم يكون عندك عبارات غير مفهومة وغير واضحة ولا أعرف وأنا هي في لهجتك والعكس تماما هنا يحدث أيضا الخلل في قضية إيصال الرسالة أخيرا الحالة النفسية لطرفي الاتصال هذه مهمة جدا للمستقبل وكذلك للمرسل لا بد أن تكون الحالة النفسية للجميع مستقرة حتى لا يؤثر ذلك على الرسالة أو وضوح الرسالة هنا يقول اقرأ تعرف على الأهداف والمرامي غير المعلنة للحديث من خلال الموقف اللغوي الذي يتم فيه الحديث حركات الجسد وملامح الوجه نبرة الصوت علاقة المتحدث بموضوع الحديث كل ذلك يساعدك على فهم الهدف الحقيقي للمتحدث أحيانا قد يكون مثلا المعلم يمدح شخصا من الطلاب أنت تعرف المستواه متدني قليلا ويمدحه بمبالغة أنت تعرف من خلال المدح أنه ليس موجها بشكل حقيقي إما للتعزيز أو لي كما يقال أنه لفت انتباه هذا الطالب حتى يحسن من مستواه فأنت تعرف من خلال نبرة الصوت وحركاته ولغة الجسد المتمثلة أمامك أيضا هنا معلومة على الطريق كما يقال لا يمكن للإنسان أن يتذكر جميع المعارف والخبرات التي يمر بها أو التي مر بها وهذا تحديدا ما توقفنا عنده تقريبا في لقاء سابق وكانت آخر شريحة وسننطلق منها اليوم نحن نتذكر فقط ركز معي 10% مما نقرأ 20% مما نسمع و 30% مما نرى و 50% مما نرى و نسمع معا و 80% مما نقول و 90% مما نقول و نفعل و لذلك اليوم عندما نسأل إذا وجدنا مثل هذه الإحصائية وسئلنا عنها لابد من استحضار القاعدة الشهيرة الموجودة هنا أنه عندنا 10% فيما نقرأ لدينا 20% مما نسمع 30% مما نرى و 50% مما نرى و نسمع معا و 80% مما نقول و 90% مما نقول و نفعل بهذا ممكن نصل إلى درجة الكمال أو دون الكمال لكنها نسب عالية جدا ولذلك النسب اللي اعتمدتها اليوم في الحل اعتمدت نسب الكمال كأقصى حد اللي هو نريد نحن الوصول إليه و إلا نحن قد نكون دون ذلك لكننا في درجات مرتفعة في 80% و 90% هذه هي المقبولة و لذلك قرأ موضوعا و شاهد فيلما عنه الآن استحضر معي القاعدة السابقة اللي يقرأ يأخذ 10% قراءة أضف عليها 30% مشاهدة لديه 40% من قضية الإتقان و الضبط 40% طيب سمع الموضوع من المعلم ثم قراءة لاحظ العمليات اللي حصلت السماع و القراءة ثم التعليم هو قام بتعليم هذا وصل إلى درجة الكمال أنا أشرت إلى أنه 100% إلى 90% هذه هي الدرجات التي نريد الوصول إليها لكن هنا لاحظ تعدد تعدد أدوات التلقي بالنسبة له هو قرأ و قبل ذلك سمع و علم لأحد زملائه طيب شاهد فيلما تعليميا ثم حكى ما جاء فيه لعدد من الأصدقاء الآن تبدأ في حساب النسبة السابقة ستأتينا إن شاء الله وسنستعرضها في أسفل هذه الصفحة ثم يقول هنا إذ استمعت لمحاضرة تحتوي على 60 معلومة مهمة تخسر 50 ريالا عن كل معلومة تنساها فكم ريالا ستخسر هو من خلال هذا يريدك أن تطبق القاعدة السابقة التي وقفنا عليها وللتذكير بالقاعدة يقول لا يمكن للإنسان أن يتذكر جميع المعارف والخبرات التي مر بها نحن نتذكر فقط 10% مما نقول و 20% مما نسمع و 30% مما نرى و 50% مما نرى و نسمع و 80% مما نقول و 90% مما نقول و نفعل و سأترك إجابتها لك السؤال هذا يقول إذا استمعت لمحاضرة تحتوي على 60 معلومة مهمة هو الآن يريد تطبيق قاعدة إذا صح التعبير رياضية وفق ما عرفته من النسبة الخاصة بالسماع و القراءة و السماع و المشاهدة معا و كما يقال التعليم فيقول إذا استمعت لمحاضرة تحتوي على 60 معلومة مهمة و كنت تخسر 50 ريال عن كل معلومة تنساها فكم ريالا ستخسر الذي أتأكد من أن الخسارة ستتجاوز الألفين ستتجاوز الألفين بتطبيقك للقاعدة الخاصة بـ 10% مما نقرأ 20% مما نسمع 50% مما نرى و نسمع قبلها 30% مما نرى و 80% مما نقول و 90% مما نقول و نفعل و 90% مما نقول و نفعل و أشرت إلى الاستفهامات أتمنى أنك تحسب مثل هالمعادلة و أيضا ما حصل قبلها في مسألة مشاهدة الفيلم التعليمي ثم حكاية ما جاء فيه لعدد من الأصدقاء طيب مستمرون في كفاية التواصل الشفاهي و لدينا هذا التدريب يقول اقرأ المستمع الجيد متعلم جيد المستمع الجيد متعلم جيد هنا يقول عند حضورك موقفا تعليميا يعتمد على الاستماع افعل ما يلي الآن بيجينا سلسلة من التعليمات أتمنى أن تنتبهها لها و أن تجمعها و لاحظ أنه وضع عندها التعداد اللي هو بالحروف ألف با جيم دال و سيأتينا اتباعا بإذن الله تعالى يقول أولا أو ألف قرر أن تستمع قل أنا يقظ و منتبه كل ما شعرت بالشرود و الفتور أنا يقظ و منتبه كل ما شعرت بالشرود و الفتور و لاحظ هنا كتبها لك أنا يقظ و مستعد ممكن تكتب أنت أنا يقظ و منتبه و مستعد إلى آخره في الشريحة التي تليها با لاحظ تعرف على كيفية تنظيم المتحدث لحديثه تعرف على كيفية تنظيم المتحدث لحديثه و أشار هنا ببعض المسائل اللي ممكن يساعدك فيها المتحدث بحديثه الأول مثلاً الكتابة على السبورة وهذه طريقة مما تعيد أنه والله وهو يشرح إن كان قاعداً أو قائماً غير من هيئته واتجه للسبورة وكتب عليها هذه طريقة أيضاً يساعدك بوضع عنوين ورؤوس موضوعات مكتوبة على ورقة بوضع عنوين ورؤوس موضوعات مكتوبة على ورقة يساعدك أيضاً بوجود ملخص شفهي يساعدك أيضاً بوجود ملخص شفهي إما أن يكون هذا الملخص مثلاً قبل بداية الدرس أو أثناء أو كذلك بعد بداية الدرس تعد من وسائل المساعدة ولاحظ هذه جعلها بتحت كيفية تنظيم المتحدث لحديثه أخيراً عنوان عام للكلمة أو المحاضرة يكون هناك عنوان عام للكلمة أو المحاضرة وركز على فقرة باء الآن لما عرضها وما كان قبلها من ألف ألف كان التوجيه لك أنت عزيزي الطالب بمعنى أنه فعلاً أنا يجب أن أشعر نفسي بقضية اليقظة والحضور الذهني أثناء إلقاء الدرس العوامل المساعدة من قبل المتحدث هناك كتابة على السبورة عنوين ورؤوس موضوعات مكتوبة على ورقة ملخص شفهي وعنوان عام للكلمة أو المحاضرة مستمرون في أنماط تنظيم الكلام ذكر منها وأنت ترى اليوم معي الفقرة الأولى التعداد كان يقول مثلاً دول الخليج العربي هي ست دول ويعدد المملكة العربية السعودية دولة الكويت الشقيقة دولة البحرين دولة قطر دولة الإمارات دولة عمان هذه الآن لما يعدد الدول هو يستخدم قضية التعداد وغيرها مثلاً الجهات الأربع لدينا الشمال لدينا الجنوب لدينا الغرب لدينا الشرق هو يعدد ويذكر واحد اثنين ثلاثة أو من الأساليب عندنا في أنماط تنظيم الكلام التعليل بمعنى ذكر السبب والنتيجة كأن يقول والسبب في ذلك كذا أو نتيجة لذلك حصل كذا السبب مثلاً في أنه والله الطقس عندنا أو المناخ عندنا بهالحرارة أو إذا جاء وقت البرد تكون البرودة عندنا شديدة والله لأنه مناخنا كما وصف بأنه قاري شديد الحرارة في الصيف شديد البرودة في الشتاء هذه كما يقال التعليل السبب والنتيجة لاحظ عندما نتحدث أن هذا جزء لا يتجزى من أنماط تنظيم الكلام هي من وسائل المساعدة بالنسبة لك و أنت تحلل بعد ذلك الدرس تقول فعلاً أنه والله المعلم اليوم في حصة اللغة العربية استخدم هذا في حصة مثلاً الفيزياء استخدم هذا في حصة الحاسب الآلي استخدم هذا و هكذا أنت توزعها وفق المعطيات التي استخدمها و لدينا إن شاء الله في الختام جدول يتحدث عن هذه الأنماط مستمرون في أنماط تنظيم الكلام و لدينا هنا أربعة أنماط إذا افترضنا أنه في السابق كان عندنا من الأنماط التعليل و التعداد أو التعداد و التعليل اليوم يأتي عندنا ما يتعلق بالمقارنة و لاحظ ذكر هنا قال بيان وجوه الشبه أو الاختلاف بين شيئين كان يقول وهذا يشبه كذا أو يختلف هذا عن كذا و هذا يحصل مثلاً في مواد كثيرة لو افترضنا مثلاً عندما نتحدث عن مادة العلوم نتحدث عن نباتات نأتي بنبتة تشبه نبتة أخرى لكن الخلاف يسير نحن نوضح الفرق و الخلاف و نبين الشبه الحاصل بينهما في مسألة الترتيب الزمني في الفقرة التي تليها في قوله حيث يسرد المعلومات أو الأحداث بحسب تسلسلها التاريخي و لذلك اليوم أنت لما تستعرض تاريخ دولتنا أو بداية الإسلام من عهد النبوة من عهد نبينا صلى الله عليه وسلامه عليه فإنك تقول صدر الإسلام إذا افترضنا أن نأخذها على التسلسل الأدبي و هو يراعي فيه التاريخ تقول عصر صدر الإسلام يليه عصر الدولة الأموية يليه عصر الدولة العباسية و تتتابع بعد ذلك العصور أنت هنا تراعي التسلسل كما يقال التاريخي و هذه مهمة جدا في مسألة ترتيب الزمن التعريف كان يقول و هذه من الأساليب التي تستخدم كثيرا عندما يكون أمامنا شيء مجهول نعرف به و نذكر مثلا المفهوم الخاص به و أحيانا مثلا يستلزم من التعريف أن نأتي به لغة و اصطلاحا كان يقول الفاعل هو اسم مرفوع طبعا جعل لك فراغات أكملناها يدل على من قام بالفعل و تذكر مميزات الفاعل أنه مرفوع دائما و تذكر غيرها مما تعلمت لكن التعريف طريقة و نمط من أنماط تنظيم الكلام التي تستخدم أثناء الدروس يلي ذلك القصة أو الحكاية هذه أيضا طريقة من أنماط تنظيم الكلام أنه يعني يكون الكلام في سياق قصة أو حكاية و تخرج بعدها بفائدة تتعلق بالمادة التي أنت يعني توطئ لها إذن لدينا هنا المقارنة و الترتيب الزمني و التعريف و القصة أو الحكاية القصة أو الحكاية مستمرون في أنماط تنظيم الكلام أشار هنا في الفقرة جيم بقوله استخدم رسوم التذكر لمساعدتك على تصور المعلومات المهمة و تذكرها استخدم رسوم التذكر لمساعدتك على تصور المعلومات المهمة و تذكرها و دال هنا جعل عندنا دون ملحوظاتك دون ملحوظاتك و كل هذا مندرج تحت قضية كيف يكون مثلا التعلم نافع أشار في البداية إلى الاستماع الجيد أشار في البداية لمعرفة أنماط تنظيم الكلام بالنسبة للمتحدث الوسائل التي ساعدتك و استخدمها المتحدث إما التلخيص إما الكتابة على السبورة أو الطرق الأخرى التي استخدمها المتحدث و من ضمن أيضا ما استخدم مثلا التعداد كذلك المقارنة و كذلك التعليل و كذلك التعريف و ما أشرنا إليه سلفا و لذلك يحسن أننا نختم بهذه الصفحة التي تراها الآن عندما نريد أن نلم ما يعني ذكرناه مذ البداية لاحظ فقرة باء تعرف على كيفية تنظيم المتحدث لحديثه و قبل ذلك ألف كن مستمعا جيدا أعطي رسائل إيجابية لنفسك نعم أنا يقض أنا مستعد للدرس ثم يقول تعرف على كيفية تنظيم المتحدث لحديثه وأشار هنا بقوله يساعدك المتحدث بالكتابة على السبورة بإيجاد ملخص شفهي بعناوين و رؤوس موضوعات مكتوبة على ورقة بعنوان عام للكلمة أو المحاضرة ثم أشار بأنماط تنظيم الكلام بقرابة الست إشارات هنا بدأها بالتعداد كأن يقول دول الخليج العربي ست دول وأشار إليها التعليل ذكر السبب أو النتيجة كأن يقول والسبب في ذلك كذا أو نتيجة لذلك حصل كذا المقارنة بيان وجوه الشبه أو الاختلاف بين شيئين كان يقول وهذا يشبه أو يختلف عن هذا ثم أشار إلى الترتيب الزمني كما ترى حيث يسرد المعلومات أو الأحداث بحسب تسلسلها التاريخي أو التعريف كان يقول الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أو القصة والحكاية ثم قال استخدم رسوم التذكر لمساعدتك على تصور المعلومات المهمة وتذكرها ودال دون ملحوباتك ولذلك جزء من تفاعلك أثناء الدرس وفقك الله هو بتقيدك بمثل هذه الخطوات أما أن ينشغل الطالب أو يتيح لنفسه فرصة النوم فهذه قد تحصل بلا شك لأنه أحيانا قد تكون الأجواء مهيئة لمثل هذا لكن عندما يكتب ويتحفز وفعلا يدرك فعلا أنه جالس على هذه الطاولة سيتلقى علما سينتفع به سيؤجر عليه هذه من الأمور التي تنير له الدرب وتشكل دفع معنوية له للتقدم في أي فن من الفنون وكذلك أي علم من العلوم اليوم أستعرض وإياك وأختم بهذه الشريحة يقول ضع علامة صح أمام الأسلوب الذي يستخدمه كل معلم من معلمي المواد التالية لمساعدة الطلاب على فهم الموضوع ثم أشار هنا بقوله أضف أساليب أخرى في الفراغ الموجود طبعا تقريبا التدريب هذا نشير فيه فقط إلى وجود أو نضيف هنا مادة من المواد هو أشار بمادة الرياضيات أشار بمادة التاريخ وكذلك أشار بمادة اللغة العربية ثم ترى المعايير لاحظ يقول يكتب عناصر الدرس على السبور يقول يذكر أهداف الدرس قبل بدايته ثم يعطي ملخصا شفهيا في نهاية الدروس أنت الآن تجيب أساليب التدريس التي تمر بك أنت اليوم في القاعي يمر بك 6 إلى 7 لقاءات أو حصص أو محاضرات هذه اللقاءات يحدث فيها أحد هذه الأساليب أنت تضيف أيضا أسلوبين جديدين أنه والله مثلا يستخدم أسلوب التعريف لا يناقش قبل بدء الدرس لا يناقش في نهاية الدرس أو في نهاية الحصة مثلا نكتب في كتاب النشاط مثلا في نهاية الدرس أو في بداية الدرس كل هذه من الأمور التي تعزز أو بلا صح في دفاتر الواجبات الخاصة بالمقرر فأنت تضيف أسلوب أو معيارين من المعايير إضافة إلى ما تراه ثم لاحظ التعليق عندنا معلم اللغة أو معلم الرياضيات في البداية بعدين معلم التاريخ بعدين معلم العربي وتضيف أنت معلم الفيزياء معلم الكيميا أي من المواد التي تعرض لك أثناء أو تعرض لك أثناء دراستك لكن نؤكد على مسألة الالتزام بهذه المعايير وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتوقف عنده في درسنا لهذا اليوم وستكون البداية والانطلاق في درسنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى أسأل الله لي ولكم في الختام علما نافعا وعملا صالحا إن ربي ولي ذلك والقادر علي شاكرا لكم طيب الإصغاء وكريم المتابعة مؤملا أن ألتقيكم وأنتم دائما في خير وعافية حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته